السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة أريد أن أناقش بالمعلومات والمعطيات الجديدة على الرأي العام العربي موضوع الثورة الإيرانية الخامسة الآن وفرص نجاحها وأبعادها وتأثيرها على الميليشيات التي زرعتها إيران في العالم العربي أبدأ من كردستان كردستان إيران كنا نقول كردستان العراق اليوم نقول كردستان إيران منطقة واسعة في إيران تقع في الجنوب الغربي يقتلها أكثر من 15 مليون كردي إلى 17 مليون كردي هم يعتبرون بأن عددهم 20 مليون هؤلاء غالبيتهم العظمى من المسلمين السنة وفيهم مدينة كرمنشاه من المسلمين الشيع هذه المنطقة باستثناء كرمنشاه أنا زرتها وأعرفها وأعرف الكثير من قادة الرأي في هذه المنطقة من الأكراد وتحدثت معهم في زيارة الحقيقة كانت سرية عندما كنت في إيران كما زرت جزيرة كيش سرا وزرت مناطق الأتراك الأذريين في تبريز وأرومي أيضا زيارات سرية في كردستان إيران أكد لي الكثير من الأهالي عام 2006 أن الحكومة الإيرانية والجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري تستطيع أن تدخل إلى المنطقة الكردية في النهار لكنهم ينسحبون في الليل لأن هناك خوف من عمليات عسكرية ضد من يمثل الحكومة الإيرانية في هذه المناطق لذلك هم يهربون في الليل ويدخلون إلى هذه المناطق في النهار ولكنهم في الليل عندما يخرجون يكتفون بوضع الحواجز العسكرية القوية في مداخل المدن والقرى وفي المناطق الخالية من السكان حتى لا يكونوا عرضة للاستهداف لذلك نرى اليوم ببساطة يقوم الأكراد الغاضبين على مقتل السيدة أميني الكردية من سنندج يقومون بكل بساطة بحرق مراكز الحرس الثوري والمراكز الحكومية التابعة للدولة وأعتقد بأن الحرس الثوري والشرطة والجيش هذه الأيام لا يستطيعون دخول هذه المناطق لا بالليل ولا بالنهار هي مناطق تستطيع أن تقول بأنها محررة كليا كذلك هي مناطق البلوش في بلوشستان لكن البلوش لا يتجاوز عددهم الثلاثة أربعة مليون مناطقهم محصنة لأنها على حدود أفغانستان في عصر طالبان اليوم لذلك الحكومة الإيرانية خففت كثيرا من المضايقات والحصار والقمع في هذه المناطق بعد مجيء طالبان وبدورها طالبان عززت من قواتها على الحدود مع إيران وقمعت الحرس الثوري والجيش الإيراني أكثر من مرة عندما حاولوا إيصال السلاح لجماعات شيعية تابعة لإيران في داخل أفغانستان لذلك نستطيع أن نقول بكل وساطة أن هتين المنطقتين في الداخل الإيراني هي مناطق محررة ولكن لماذا لا يظهر ذلك؟ بكل وساطة لا يوجد إعلام دولي مساند للثورة في إيران حتى يظهر لنا ذلك ووسائل الإعلام العربية وغير العربية هي التابعة لوكالات الأنباء الأجنبية التي تديرها أجهزة المخابرات اللافت أن هناك تحرك أمريكي خجول لدعم الثورة الإيرانية عندما أعلن إيلون ماسك بأنه تلقت علمات من الإدارة الأمريكية بفتح الإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية للشعب الإيراني عبر تطبيق معين تذكرت عندما حصلت الثورة الخضراء عام 2009 وهي كانت الأعنف حتى يعني أعنفنا هذه الثورة حتى الآن قال رئيس الأمريكي في حينه الرجل الأسود في البيت الأبيض باراك أوباما فتحنا للإيرانيين تويتر كان تويتر برنامج وتطبيق حديث في حينه ولم يفتح لكافة الدول فقال فتحنا للثورة الإيرانية تطبيق تويتر لاستخدامه يعني يريد إسقاط النظام من خلال تويتر اليوم الولايات المتحدة تريد إسقاط النظام من خلال إيلون ماسك ومن خلال الإنترنت هذا غير ممكن إذا لم تتفاعل وكانت الأنباء الأجنبية والإعلام الأجنبي مع هذه الثورة في إيران وتنقل الحقائق وتوصل رسائل للشعب الإيراني بذلك وتساعد الشعب الإيراني على تهيئة قيادة كما ساعدت بعد خلع الشاه على تهيئة الخميني فإنه لن يكون هناك انتصار للثورة في إيران أي ثورة كما قلت في حلقات كثيرة يلزمها عاملان اثنان للانتصار العامل الأول هو العامل الداخلي والعامل الثاني هو العامل الخارجي العامل الخارجي مرتبط بالقوى العظمى والإمبراطوليات الكبيرة المهيمة على هذا العالم أي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة هؤلاء لم يحسموا موقفهم بعد من نظام الملالي عندما تجد وزير الخارجي الأمريكي يطالب بتحقيق شفاف في مقتل مهسى أميني هذا يعني بأنه متمسك ببقاء النظام ويريد تحقيقا شفافا ويريد معاقبة الفاعلين لا معاقبة النظام الذي تسبب بمقتل مهسى أميني والمئات من أمثال مهسى أميني على مدى 43 عاما من عمر هذا النظام لا يريد تغيير هذا النظام الذي يقوم بواجباته في الحملة الصليبية التي يشنها الغرب على بلادنا بواسطة إسرائيل والنظام الإيراني وتنظيم الإخوان المسلمين لا يريد تغيير هذه المعادلة هذه المعادلة تتغير فقط في حال واحدة إذا ما استغنى هذا النظام أو إذا ما استغنى الغرب عن دور هذا النظام في تخريب البلدان العربية إذا ما استغنى الغرب عن دور هذا النظام في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وأنا برأي الأهم في فلسطين لأنهم دمروا القضية الفلسطينية ونجحوا وبالتالي هناك إنجازات حقيقية ومتراكمة لهذا النظام وذيول هذا النظام ومخالب هذا النظام وتوابع هذا النظام في المنطقة العربية هناك إنجازات حقيقية تخدم الغرب وتخدم مشروع الحملة الصليبية الحديثة بأدواتها الحديثة أنا لا أعتقد بأن الغرب سوف يستغني عن هذا النظام ولكن أعتقد بأن الأمة العربية الأكراد في العراق وفي تركيا الأمة التركية يستطيعون إذا ما تفاهموا أن يدعموا الشعب الإيراني في ثورته الحالية من أجل إسقاط هذا النظام الذي يضر بالإسلام والمسلمين والعرب والدول المجاورة وينفذوا التعريبات بنجاح لصالح الحملة الصليبية دعوني أشرح ذلك إيران وقفت إلى جانب أرمينيا وروسيا في حربها ضد أذربيجان وتركيا تدرك ذلك إيران وقفت إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا وروسيا تحارب في أوكرانيا وعينها على إسطنبول إيران على علاقات غير جيدة بكل الدول التي فيها شعوب تركية أقصد تاجيكستان وكزاخستان وتدرستان وكل هذه الدول إضافة إلى أذربيجان إيران أضرت كثيرا بالدول العربية كما تعرفون كل هذا يعني أن هناك مصلحة مشتركة عربية تركية من أجل القضاء على هذا النظام الإيراني ودعم ثورة الشعب الإيراني تركيا والعالم العربي تركيا تستطيع أن تحرك بكل بساطة الأتراك الأذريين في إيران وهم أكثر من 25 مليونا وهؤلاء ينتظرون اللحظة المناسبة لإعلان انفصالهم عن إيران ودولتهم جاهزة في أذربيجان ولذلك إيران لطالما أرادت أن تدعم أرمينيا في وجه أذربيجان لجعل أذربيجان دائما دولة ضعيفة لكن أذربيجان التي ظهر فيها النفط والغاز ورتبت علاقاتها بشكل جيد مع تركيا واستطاعت استعادة لجورني كارباخ أصبحت الآن دولة قوية يمكنها أن تحمي مشروع الأتراك الأذريين في إيران وتسمى المناطق هذه بأذربيجان الجنوبية لأنها جنوب أذربيجان الحالية وهي مناطق إيرانية واسعة وفيها أكثر من 25 مليون وقد تحركت في هذه التظاهرات وأحرقت الكثير من مراكز الحرس الثوري وجرى فيها تمرد للباسيج وفيها قتلة ومواجهات مع النظام وقتلة من الشرطة الإيرانية ليس فقط من المتظاهرين أما المناطق الكردية فهي تعتبر مناطق محررة بالكامل لو كان هناك قرار دولي سياسي لا استطاعت أن تعلن استقلالها عن إيران وكذلك في منطقة بوجستان كما تحدثت قبل قليل بسبب وجود طالبان الآن في السلطة في أفغانستان وجود طالبان الآن هو وجود لأول مرة يجب أن ندخله إلى المعادلة لأدنى هذه هي الثورة الأولى التي تحصل بعد أن سيطر طالبان على مقاريد السلطة في أفغانستان الإحتقان كبير جداً بين طالبان وإيران الإحتقان كبير جداً بين لبلوش في المناطق الإيرانية وبين السلطة والحرس الثوري وهناك بحور من الدماء بين الطرفين كذلك هناك بحور من الحقل والدماء بين إيران وبين ذربيجان التي تعرض فيها اللاجئون الأفغان على مدى العشرين عاماً أو الثلاثين عاماً الماضية لإهانات واستعلاء وضرب وقتل وسحل وتنكيل واعتداءات لا مثيل لها من قبل الإيرانيين يبقى دور العرب يجب أن لا يبقى العرب متفرجون في هذه المعاركة التي تحصل في إيران الآن هو الوقت المناسب لكي يتحرك الشعب اللبناني كل الشعب اللبناني ضد كل من يؤيد إيران سواء كان من حزب الله أو من جماعة بشيرعون الآن يجب أن يتحرك الشعب العراقي ضد هذه الميليشيات وليس ضد الحكومة يجب أن يتسلح بالحكومة لمواجهة هذه الميليشيات وكذلك الشعب اللبناني يجب أن يتسلح بالجيش اللبناني لمواجهة حزب الله واقتحام مقراته ومنعه من الحديث باسم لبنان ومنع هذا الحزب من رفع هذه الأعلام الإيرانية الآن هو الوقت المناسب كذلك في اليمن لكي يتمرد الناس على الحثيين وتحصل تظاهرات شعبية في وجه الحثيين تجاه مقراتهم حرقها وترضهم منها الآن هو الوقت المناسب الآن هو الوقت المناسب للإعلام العربي للعمل على التخريض العمل على التأكيد بأنها فرصة لاقتلاع إيران من بلادنا فرصة لتكسير مخالب إيران في بلادنا الآن هي الفرصة المناسبة لدعم الأحوازيين العرب لكي يكون لهم دور عربي في هذه الثورات لكي يكون لهم دور عربي في الاستقلال دور عربي في تحقيق الحلم التاريخي لهذه الأمة أكثر من عشر مليون عربي مقموعون مسحقون ممنوعون حتى من التحدث بلغتهم العربية ممنوعون حتى من العمل في مؤسسات النفط رغم أن الآبار في أراضيهم جففت مياههم جففت الأنهر التي تأتي إلى أراضيهم ودمرت محاصيل الزراعة ودمرت المواشي الآن هي الفرصة المناسبة للعرب لكي يقوموا بواجباتهم بدعم الأحوازيين وثورة الأحوازيين والبحث عن قيادة أحوازية حقيقية تستطيع أن تضع الخطط المناسبة وتدرس الواقع وتضع اللمسات الحقيقية على ثورة تستهدف الانفصال وتستهدف الاستقلال الآن هي الفرصة الحقيقية المظاهرات وصلت إلى كيش أي جزيرة قيس أنا زرتها هذه الجزيرة سكانها الأصليون هم من العرب ويشير إليهم كل الإيرانيين بأنهم هؤلاء السكان الأصليون كما أنك في أمريكا تشير إلى الهنود الحمر وتقول هؤلاء السكان الأصليون السوق العربي لا زال موجودا في جزيرة قيس الآن هو الوقت المناسب لكي تتحرك الجيوش العربية من أجل استرداد الأراضي التي احتلتها إيران كل دولة لديها أراضي محتلة جزر محتلة الآن هو الوقت المناسب لاستعادتها ربما مسألة شن حرب على جزر قد يرى البعض بأنها ليست مناسبة الآن قد توحل الشارع الإيراني أنا أقول نعم لكن علينا أن نتحضر عندما تأتي الفرصة السانحة بعد أن يتخلخل النظام ولا يصبح هناك من مجال لاستعادة وحدة الشعب مع النظام أن نكون جاهزين لاستعادة الجزر الجزر الإماراتية أقصد أنت لا تعرف متى يحين الوقت المناسب ويرى المستشارون والخبراء والقادة والمسؤولون أن الآن هو الوقت المناسب نعم سوف يأتي الوقت المناسب لاستعادة هذه الجزر بالقوة كما أخذتها إيران بالقوة يجب أن نمتلك هذه الإرادة إرادة التخطيط وإرادة الدعم للشعب الإيراني حتى يتخلص من هذا النظام الذي دمر الإسلام تحاول السلطة في إيران الآن أن تصور بأن هذه الثورة ضد الحجاب وأن هذه الثورة ضد الدين الإسلامي هذا كذب هذه الثورة ضد زواج المتعة ضد امتهان المرأة ضد حجابكم الكاذب وليس ضد الإسلام وليس ضد الحجاب السلوك الذي اعتمده النظام الإيراني على مدى السنوات الماضية جعل الإيرانيين يكفرون بهذا الإسلام وليس بالإسلام بإسلام الملالي بكذب الملالي ودجل الملالي جعل الإيرانيين يهربون نحو ديانات أخرى يرتدون عن الدين الإسلامي هناك كثير من الإيرانيين لا يعرفون بأن هذا دين الملالي وليس دين الإسلام لذلك عندما يخرجون يعلنون بأنهم خرجوا من الإسلام لكنهم لو عرفوا أن هذا ليس هو الإسلام لقالوا خرجنا من دين الملالي ولم نخرج من الإسلام هذه هي الحقيقة كل السجون الإيرانية فيها اغتصاب للرجال والنساء كل السجون الإيرانية فيها كل الموبقات من المخدرات المخدرات في القرى والمدن والبيوت حالات الانتحار الأولى في الشرق الأوسط إيران في حالات الانتحار الأولى في تعاطي المخدرات الأولى في بيع الأعضاء البشرية تجد أن الصيدريات والمستشفيات على أبوابها لافتات معلقة رقم التليفون اسم الشخص وأنا مستعد لبيع كليتي أنا مستعد لبيع عيني أنا مستعد للتبرع بالدم وبيع دمي أنا مستعد أنا مستعد وهذا رقم التليفون أنا أنتجت تقريراً عن هذا الموضوع للأسف الشديد لقناة عربية كنت أعمل بها ورفضوا بث هذا التقرير بالصور كيف أن الشعب الإيراني أكثر شعب بالعالم يسعى فيه الناس لبيع أعضائهم البشرية بل لبيع أطفالهم هناك أمهات يحملنا بالطفل ويباع سلفاً قبل أن يولد في إيران زواج المتعة حتى للنساء المتزوجات بموافقة الأزواج هناك أكثر من ثلاثمائة طفل غير شرعي نتيجة زواج المتعة من السائحين إلى مشهد وقم وطهران وآيرها جيش من الأطفال أطفال الزنا هذا هو الحال في إيران إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تشرع منذ أن جاء الخميني بفتوى رسمية تحويل الجنس البشري من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر هذه هي إيران لا تناقش من يدافع عن إيران لم يعد هناك من شيء غير مكشوف لم يعد هناك من حقيقة غير معروفة أنت يستطيع أن يوصل كل من يريد المعرفة إلى أهدافه بالمعرفة الحقيقية لكن هؤلاء دماغهم مغسولة لا تناقشهم لا تناقشهم ابتعد عنهم اعزلهم لا تضيع وقتك بمناقشتهم هؤلاء الذين يستمعون لقناة الميادين والجزيرة وقناة المنار وقناة العالم لا تناقشهم هؤلاء لا يريدون للنور أن يدخل إلى عقولهم وقلوبهم لا تناقشهم لا تناقشهم اتركهم على حالهم الوعي العربي يزداد أصبحت نسبة الذين يعرفون الحقيقة أعلى بكثير من السابق ومن الماضي وهؤلاء قلة معزولة تافهة لقيمة لها لا تناقشهم اتركهم رحمة بالشعب الإيراني يجب أن نقف إلى جانب هذه الثورة في إيران هذه الثورة هي ثورة حقيقية أمريكا والغرب ليس معها على العرب والأتراك أن ينسق المواقف ويوحدوها من أجل الخلاص من هذا النظام وتقديم العون الحقيقي الذي ينص عليه الإسلام وتنص عليه الأخلاق وتنص عليه العروبة وتنص عليه القيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته